يَعِرُّ إِنَّ أَمَرُ بَلُحْكَتَّ يَعِرُّ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَاءِ بِالْقُرْبَى وَيَنَّاعَ مِلْفَحْشَاءِ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهي الشرعية في الكتاب والسنة وحديثنا اليوم أيها الكرام المؤمنون يدور حول بعض الأخطاء الشائعة والتي يقع فيها بعض الناس قبل شهر رمضان المبارك وفي أثناء الشهر والتي ينبغي علينا أن نعرفها كي لا نقع فيها فالإنسان من المحال أن يبتعد عن الخطر أو عن المناهي التي تؤثر عليه وعلى عبادته وعلى صلته بالله عز وجل إلا إذا تعرف عليها ومن هذه المناهي التي يقع فيها الإنسان قبل الشهر المبارك أو الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس قبل دخول الشهر ومع الاقتراب منه أن كثيرا من الناس يغفلون عن عبادة الله عز وجل قبيل الشهر سيما مع مرير فترة من شعبان ومع مرور أكثره فكثير من الناس يغفلوا عن الاجتهاد في طاعة الله عز وجل بل بعض الناس يقع في أمر عجيب ويسير بمنطق غريب فطراه قد يستكثر من الذنوب والمعاصي ويقع فيها بحجة أنه لما يأتي الشهر المبارك يكفر عنه ما اقترفه قبل ذلك وهذا أمر خاطئ من عدة وجوه أحبتي في الله الأمر الأول أنه خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الاجتهاد في شعبان فكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا فلما سئل عن ذلك قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أنه ينبغي علينا أن نستسمر هذا الشهر الطيب المبارك ففيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل وكذلك استثمار هذا الشهر في العبادة بمثابة الاستعداد لشهر رمضان المبارك فالاستعداد للعبادة في القملة أحبة في الله يساعد الإنسان على الخشوع في العبادة أما العبد إذا دخل في العبادة مرة واحدة هكذا دون سابق استعداد فقد يفوت جزء كبير منها دون خشوع على ما يستحضر الخشوع يمر جزء كبير منها لكن الإنسان الذي يستعد لأي عبادة من العبادات ولأي موسم طاعة قبل ذلك فببركة هذا الاستعداد يستطيع الإنسان أن يستغل مواصم الطاعات أفضل استغلال وإذا به يستسمرها أفضل استثمار بفضل الله سبحانه جل في علاه وكما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في عبادة الصلاة كما في حديث عبد الله الصنابحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا توضأ فطمضمض خرجت خطاياه من فمه فإذا استنثر خرجت خطاياه من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفار يديه ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن ننتبه لهذه الجزئية المهمة جدا ثم قال صلى الله عليه وسلم وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة يعني ببركة الاستعداد بالوضوء في البيت وأن الإنسان يقوم بهذه العبادة التي يشرط من شروط صحة الصلاة ويتوضأ لله عز وجل ويراعي إسباغ الوضوء عباد الوضوء يقوم بفضل الله سبحانه وتعالى بتكفير الخطايا فالأصل أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر بفضل الله سبحانه وتعالى فالأصل الإنسان الذي هو يريد أن يخرج من بيته ويذهب إلى المسجد يريد أن يصلي الفريضة ففي هذه الحالة وضوءه في البيت بهذه الطريقة الوضوء يقوم بعملية تكفير الخطايا ثم وكان صلاة مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له يعني قال العلماء يعني أصبح الصلاة بدلا من أن تكون كفارة للسيئات أصبحت رفعة في الدرجات بفضل الله سبحانه جل وعلا ببركة الاستعداد الطيب في المنزل قبل الخروج إلى المسجد فأصبحت عبادة الصلاة الفريضة أصبحت رفعة بدلا من أن تكون كفارة هكذا رمضان هو موسم الطاعة والإنقياد والإقبال على الله سبحانه جل وعلا فالإنسان الذي يستعد بالاجتهاد في الطاعة في شهر شعبان وكلما اقترب الشهر المبارك استعد بالكثير من الطاعات وبأعمال الخير والبر من صلاة وصيام وقيام وأعمال خير وأعمال بر يجتهد فيها فجسمه يتعوض على الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى فإذا به من أول يوم في رمضان يستطيع أن يخشع في العبادات وإذا به قد تعوض الطاعة بفضل الله عز وجل لكن الإنسان الذي لم يتعود الاجتهاد وبدأ الاجتهاد مع مرور الشهر ممكن يمر من الشهر المبارك أكثر من نصف الشهر أو الكثير من الشهر وهو ما زال يكابد نفسه للتعود وللتأقلم على الوضع الجديد لذلك من البركة ومن التوفيق أن الإنسان يوفق للاجتهاد في العبادة وأن يعود نفسه قبل الشهر على الاجتهاد في العبادة أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فكان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلى قليل صلى الله عليه وسلم وعلمنا ذلك فنستفيد من ذلك أن الاجتهاد في الطاعة في هذه الأيام ينفع العبد بفضل الله سبحانه جل في علاه المسألة الثانية الإنسان الذي يستسيغ الإقبال على الذنب وثم يسوف ويقول سوف أتوب في رمضان هذا من طول الأمل أساسا ما الذي يدري الإنسان أنه سيدرك رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب هكذا الإنسان في لحظة إذا حان أجل يكون بين يدي الله ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم فقال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك شراك النعل هو سير الحذاء اللي بيكون على ظهر القدم فقال صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله يعني من ظهر قدمه والنار مثل ذلك كيف ذلك؟ للحظة يأتيه الأجل قال لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا حان أجل الإنسان في لحظة واحدة فإذا به يجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى والأعمال بالخواتيم كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم فالإنسان في لحظة يلقى الله فكيف يستسيغ الإنسان الإقبال على المعصية وتعمد المعصية والتسوف للتوبة بدعوة إن لما يأتي رمضان إن شاء الله يتوب ورمضان يكون كفارة إذا عندنا معنى أول لي نجعل رمضان كفارة ومن نجعله بفعة في الدراجات ومهمة المؤمن في هذه الحياة الدنيا أن يسعى إلى الاستكسار من الحسنات والأعمال الصالحة التي ترفعه عند الله سبحانه جل في علا هذا أمر غاية في الأهمية ينبغي على كل إنسان مننا أن يراعيه ليه الإنسان يفوت على نفسه فرصة طاعة لله سبحانه وتعالى الإنسان الذي يستسيغ الإقبال على الذنب الذنب يحدث رانا على القلب أحبة في الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وزي صدق على القلب بسبب المعاصي المعصية تنكط في القلب نكت سوداء فإذا ما استكسر الإنسان منها نقطة سوداء مع نقطة سوداء مع نقطة سوداء يصبح القلب أسود مربادا كالكوزي مجخيا والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله فالمعصية قد تفتن الإنسان التجرؤ على المعصية الإنسان ما يدريش لعل هذه المعصية يكون فيها غضب الله والعياذ بالله فكيف يتجرأ الإنسان على ذلك فيصرف الإنسان عن الطاعة في قلوب مصروفة عن الطاعة قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إذن هناك قلوب مصروفة عن طاعة الله تراها تسلك كل سبيل إلا سبيل سنة وإلا سبيل اتباع وهدى لكن أي سبيل في شر أي سبيل في ابتعاد عن طاعة الله تجد مثل هذه القلوب مهرولة والعياذ بالله بسبب ماذا؟ بسبب فتنة القلب لأن القلب مصروف عن طاعة الله والعياذ بالله والله حذرنا جل وعلا فقال سبحانه وتعالى فليحذر قال تعالى فليحذر تحذير من الله الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فالإنسان لا يدري لعله بسبب معصية يفتن قلبه والعياذ بالله وفتنة القلب مهلكة تجعل الإنسان لا يفيق لنفسه أبدا وقد لا يفيق إلا وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى يعدد عليه أعماله ويذكره أفعاله فكيف للإنسان منا يستسيغ أن يكون على معصية لله سبحانه وتعالى ويتجرأ على المعصية بدعوة أنه سوف يتوب ما أدرىك وما أدراني أنني سأعيش إلى سوف هذه إلى هذا اليوم الذي سيأتي ما الذي يدري الإنسان في لحظة يأتي الأجل وكم رأينا وكم شاهدنا من أناس قبل رمضان بلحظات عاجلتهم المنية وأصبحوا بين يدي الله سبحانه وتعالى فالموفق هو الذي لا يستسيغ الإقبال على معصية الله وإذا به يحرص كل الحرص على طاعة الله فإذا ما غلبه هواه أو غلبته نفسه أو غلبته شهوته على الوقوع في المعصية فإذا به سرعان ما يتذكر فإذا هو مبصر فيرجع ويتوب ويستكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه من الله سبحانه جل في علا إذن من عدم توفيق الإنسان أنه يستسيغ لنفسه في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أن يتجرأ على الله عز وجل بالمعصية ويتعمد ذلك بدعوى أنه سوف يرجع أو سوف يتوب من الممكن أن يفتن القلب أن يحرم الإنسان التوفيق بسبب الإقبال والإنكباب على الذنوب والمعاصي والإقبال عليها فيحرم من الصيام من القيام وأعمال البر ومن أعمال الخير ومن القربات التي تقربه من الله سبحانه وتعالى كان بعض السلف يقول حرمت قيام الليل ستة أشهر بذنب أذنبته وهم رحمهم الله تعالى لقلة ذنوبهم عرفوا من أين أوتوا فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك وأن لا يستبيح لنفسه الإقدام على المعصية بدعوى أنه سوف يتوب وسوف يرجع بل لا ينبغي على الإنسان أن يبتعد أساسا عن القربات التي تقربه من الله عز وجل وعبادة الله فعبادة الله عز وجل أحبتي في الله هي قربة هي وظيفة العمر بالنسبة للإنسان وهي الغاية التي من أجلها خلقنا أحبتي في الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فكيف يصرف الإنسان عن هذه الغاية التي خلق من أجلها عبادة الله عز وجل العبد الطائع العبد المسلم لا ينبغي أن ينفك عنها هو عبد لله ولذلك كانت الرسل تأتي وتدعي أقوامهم إلى توحيد الإلهية إلى عبادة الله عز وجل وإلى مراعاة ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إن لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل رسول أتى دعا الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإلى عبادة الله عز وجل وإلى الاهتمام بشأن العبادة فهذه وظيفة أساسية بالنسبة لنا فكيف للإنسان أن يستسيغ لنفسه أن يبتعد عنها مواسم الطاعات فرصة للاستكثار للمزيد من الأجور لنأخذ الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى فنكتهد أكثر وأكثر لكن ليس معنى أن في موسم للطاعة أن الإنسان قبل الموسم أو بعد الموسم يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو عن عبادة الله عز وجل هذا ليس من المنطق أصلا وهذا خطأ كبير ومن علامات الخزلان للإنسان لأن من علامات قبول الطاعة عند الله أن العبد يوفق للطاعة بعدها لكن أن الإنسان يستسيغ لنفسه أنه يكون حريص أنه يطيع الله في مواسم فقط وفي غير المواسم الطاعة يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى هذا خطأ عظيم لا ينبغي على الإنسان أن يقع فيه الأمر الثاني أنه ينبغي علينا أن نعلم أن عبادة الله عز وجل هي الغاية التي خلقنا من أجلها وبها بفضل الله عز وجل سعادة الضريب والله سعادة الدنيا قبل الآخرة بالإنكباب على طاعة الله عز وجل بتحقيق العبودية الحق لله سبحانه جل في علاه قال الله سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق فجعل سعة الأرحام مرتبطة بالاستقامة على طاعة الله عز وجل جعل سعة الأرزاق مرتبطة بالاستقامة على طاعة الله عز وجل فالإنسان الذي يريد أن يوفق لسعادة الدنيا وسعادة الآخرة ينبغي أن يحرص على أن لا ينفك عن طاعة الله عز وجل حسبنا بالعبادة بعبادة الله عز وجل علشان ما نظنش إننا في وقت دون وقت ونستكثر منها ونكون حريصين على أن لا ننفك عنها أحبة في الله في جميع أوقاتنا حسبنا بها أنها السبيل إلى دخول جنة الله والتحصل على رضا الله سبحانه جل في علا كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لأهل الجنة بعد ماذا؟ بعدما دخلوا الجنة بعدما رأوا النعيم المقيم بعد أن وصلوا إلى نعيم وإلى جنة فيها من ألوان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من ألوان النعيم نعيم الجنة لا يوصف حسبنا فيه أن الله سبحانه وتعالى قال فَإِذَا رَأَيْتَا ثَمَّ رَأَيْتَا نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا نعِيمًا وَمُلْكِ كَانِي وَنَعِيمًا آخر في جنة الله سبحانه وتعالى ده آخر أهل الجنة دقونا للجنة له الدنيا وعشر أنثال الدنيا هكذا أيها الكرام المؤمنون ببركة الإقبال على طاعة الله عز وجل فلذلك بعد أن دخلوا جنة الله سبحانه وتعالى يقول الله لهم هل رضيتم الله أكبر أي نعيم هذا الذي فيه أهل الجنة ببركة الطاعة والعبادة لله في هذه الحياة الدنيا أحبتي في الله فاصل ونعود بإذن الله عز وجل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد عدنا بفضل الله أحبتي في الله وما زال الحديث متصلا حول أهمية الاستعداد بالعبادة لطاعة الله عز وجل في هذه الأيام وأنه لا ينبغي على الإنسان أبدا أن ينفك عن عبادة الله أو أن يستسيغ الابتعاد عن طاعة الله والإنكباب على عبادة الله سبحانه في لحظة من اللحظات فالإنسان عبد لله في كل وقت من أوقاته وفي كل لحظة من لحظات حياته على قدر التوفيق للقيام بالعبودية على الوجه الذي أراد الله على قدر ما يوفق الإنسان فعبادة الله هي السبيل للحصول على جنة الله وعلى رضى الله سبحانه وتعالى يقول الله كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح لأهل الجنة بعدما رأوا ألوان النعيم يقول الله لهم هل رضيتم؟ نعيم مقيم بعد كل هذا النعيم يقول الله لهم هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين فهم في نعيم مقيم فيقول الله لهم أفلا أعطيكم أفضل من هذا؟ فلا يتصورون أصلا وجود شيء أفضل مما هم فيه فيقولون وكأنهم في استغراب فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك لا يتخيلون وجود ما هو أفضل مما هم فيه من النعيم المقيم فيقول الله لهم أحل عليكم رضواني فلا أصخط عليكم بعدها أبدا اللهم ارضى عننا يا رب رضى الله هو أكبر نعيم يتحصل عليه الإنسان أحبتي في الله السبيل للتحصل على رضى الله عز وجل هو القيام بالعبادة الحق في هذه الحياة الدنيا أن يقوم العبد بوظيفة العبودية لله عز وجل فلا ينبغي على العبد أبدا أن يستسيغ لنفسه الإبتعاد عن طاعة الله عز وجل أو الإبتعاد عن مقام العبودية أو التجرؤ على معصية الله والعياذ بالله عبادة الله أحبتي في الله هي التطبيق العملي لكل ما نعرف نحن من المعلومات النظرية كل المعلومات اللي كل إنسان فينا يعلمها من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبقها العمل في العبادة في الإقبال على الله سبحانه وتعالى بالقيام بعبادة الله على الوجه الذي أراده الله فلذلك ينبغي علينا أن نعرف العبادة التي يريدها الله مننا لكي لا نفرط منها عبادة الله هي السبيل للأنس بالله والقرب من الله سبحانه جل وعلا هي السبيل لسد الخلة هي السبيل لغنى القلب بفضل الله سبحانه كما في الحديث القدسي وأسناده حسن يقول الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك يعني الإنسان الذي وحد الهموم هنا المقصود بتفرغ للعبادة العبادة بمفهومها الشامل مش ترك عمارة الأرض والدنيا والإنسان يجلس يعني فيه رهبنا لا لكن المقصود العبادة بمفهومها الشامل الكامل في كل لحظة من لحظات الإنسان يعني قربه يستطيع الإنسان أن يقوم بها لله سبحانه جل في علام فهذا هو المقصود فإذا الإنسان إذا وحد الهموم وجعل همه همًا واحدة هو إرضاء الله عز وجل سواء كان في المسجد وكان في البيت سواء كان في الطريق سواء كان في العمل في كذا في كذا على قدر ما الإنسان جعل همه في كل موقف يتعرض له هو إرضاء الله سبحانه وتعالى وكأن شعار الإنسان في هذه الحياة الدنيا قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهو لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله سبحانه جل وعلا ولا يحرس إلا على ما يرضي الخالق سبحانه جل وعلا على قدر وجود ذلك في الإنسان وعلى قدر قيام الإنسان بالعبادة على الوجه الذي أراده الله على قدر ما تكون النجاة وتكون السعادة في الدنيا قبل الآخرة بفضل الله فإذا كان كذلك أملأ صدرك غنى وأسد فقرك يرضى عن الله وبالله يقنعه الله بما أتاه وبما رزقه يرضى عن وضعه الذي هو هو عليه لأن الله هو الذي اختار له ذلك فيرضى بخيرة الله لا فيعيش عيش السعداء في الدنيا وفي الآخرة فلذة الطاعة وحلاوة الإيمان تنبع أساسا من الرضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان فالإيمان له طعم وله حلاوة ذاق طعم الإيمان من رضي من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هكذا أحبتي في الله العبادة هي الوسيلة للقرب من الله لسعادة الدنيا لسعادة الآخرة فإذا كانت العبادة الوسيلة لقبول الدعاء والاستجابة الدعاء من الله وقام قال كما في الحديث القدس ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن ببركة الاستكثار من السنن والنوافل والإقبال على طاعة الله فالعبد يقبل عند الله سبحانه وتعالى تقبل الدعوات ويحدث الرضا ويحدث الكفاف ويحدث الغنى وتحدث سعادة الدنيا فضلا عن سعادة الآخرة بفضل الله فإذا كانت العبادة بهذه المسابة أحبتي في الله أيعقل أن يفرط فيها الإنسان بدعوة وأن يتجرأ على الله سبحانه وتعالى أيعقل ذلك أحبتي في الله أيعقل أن الإنسان يستبيع لنفسه في وقتنا الأوقات أن يتجرأ على هذا المقام الرفيع العالي وإذا به يفتعد عن طاعة الله ويتجرأ على ربه سبحانه وتعالى بدعوة أنه سوف سوف يتوب وما يدريه أنه سيوفق بعد ذلك فالمعصية قد تحرم الإنسان من التوفيق لطاعة الله والعياذ بالله فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك فإذا كان الأمر كذلك فينبغي علينا أن نعلم قدر العبادة وأن نعلم كيف نقوم بها على الوجه الذي أراد الله العبادات التي نقوم بها أحبتي في الله في هذه الحياة الدنيا هي أغلى ما نملك فلا ينبغي على الإنسان من أن يضيعها للضياع يعني يعرضها للضياع لا ينبغي أبدا أن يضيعها أو يعرضها للضياع إنما ينبغي على العباد أن يحرص على أداء العبادة كما أراد الله أن يحرص على جانب القبول فبعض الناس لا يهتم بمسألة القبول بيهتم فقط بمسألة الأداء وحسب وهذا خطر عظيم لأن ممكن الإنسان يؤدي لكن يحدث خللا في العبادة يؤثر على مسألة القبول عبادة الله أولا هي باختصار شديد انتسال العبد لأوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه باختصار شديد جدا يعني إذا أردنا أن نقول ما هي العبادة في كلمة ونصف التي ينبغي أن نقوم بها ونستكسر منها لأنها وظيفة العمر ونستكسر منها عموما ما استطعنا ونكتهد أكثر وأكثر في مواصم الطاعات هي امتثال أوامر الله واجتناب ما نهى الله عنه وبذلك تشمل جميع لحظات الإنسان في جميع الأوقات التي يكون في الإنسان فالإنسان منها مثلا إذا كان في العمل له قربة يؤديها ولا العبادة في المسجد وبس بدم صلى في المسجد خلاص ممكن يروح يرتشي يروح يغش يروح يفعل أبدا له قربة وهو في العمل وهو إحسان العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء سبحانه وتعالى يعني حتى الإنسان أعزكم لا لو يزبح فرخة يظن أنه ليس له قيمة مطلوب أنه يؤدي يحسن هذا الأمر إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح يعني لو يزبح فرخة فليحد أحدكم شفرة فليرح ذبحة لكن ما يستهترش الإنسان فالإنسان إذا كان في العمل آه إن الله كتب الإحسان على كل شيء قربة الوقت لله سبحانه وتعالى وأنا في العمل أن أحسن هذا العمل أن أؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه جل في علاه إذا خرجت من العمل إذا نادى منادي الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح فقربة الوقت دي أفضل العبادة قربة الوقت أن يكون الإنسان في المسجد ليركع مع الراكعين فإذا خرج الإنسان من المسجد وكان في الطريق فقربة الوقت وهو في الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في رواة الصحيحين وفي خارج الصحيحين إرشاد الضال والإعانة على الحمولة يعني قربة الوقت وأنا في الطريق لو في إنسان بيريد أن يحمل شيئا أعينه على ذلك طالما أنه يحتاج إلى إعانة في مثل ذلك إنسان بيسأى عن مكان أرشده الرد السلام أمر معروف نهي عن المنكر هكذا فالإنسان يراعي ذلك أحبة في الله إذا دخل الإنسان إلى بيته فقربة الوقت وهو في بيته ألا يتخلى الإنسان منا عن مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه المسؤول الأول أمام الله في الأخذ بأهل بيته إلى رضى الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى بالحكمة وبالموعزة الحسنة وبأسلوب طيب إذا فرح فرح في حدود الطاعة إذا قدر عليه حزن فإذا به لا ينفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى أفضل العبادة أحبة في الله هو أن يقوم العبد بقربة كل وقت في عمل صحفة ولو ضاع هذا الوقت لا يصح منه ذلك العمل ويضيع عليه فرصة التقرب إلى الله في هذا الوقت فإذا قربة الوقت أفضل العبادة أن بعض الناس يسأل هو أفضل عبادة بعضهم يقول لك أفضل عبادة مكان أشق على الإنسان لهو فيما شقة كبيرة على الإنسان بعضهم يقول لا هذا أفضل عبادة العبادة اللي فيها نفع متعدي إلى الغير مليش فيها نفع نفسي شخصي أفضل العبادة باختصار شديد هو أن يقوم العبد لله في كل وقت دم اقتضى ذلك الوقت من القربات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له علينا في كل عضو من أعضائنا نعمة امتن بها علينا سبحانه وتعالى وله علينا فيها أمر وكذلك له نهي فالعبد منا إذا قام في كل عضو من أعضائه بامتسال أمر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه يكون قد أدى شكر النعمة فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان البصر فإذا صرفه في طاعة وفي الحلال وأبعده عن الحرام فكذلك يكون قد أدى شكر هذه النعمة بفضل الله وكذلك في كل جارحة وفي كل عضو من أعضاء الإنسان يستخدمه الإنسان في الحلال ويبتعد عن المناهي والأخطاء فلا يستخدم هذا العضو في الحرام بذلك قد يكون قد أدى شكر نعمة الله عليه فهو يكون قد عبض الله بهذه النعم التي أعطاه الله إياها فالذي يفعل ذلك ويقوم بالأمر ويبتعد عن النهر الله يوفقه لأن يستخدم هذه الأعضاء أنفع استخدام بفضل الله سبحانه وتعالى أما الذي يعطي الأمر الله في كل عضو من أعضائه وإذا به يتجرأ على المناهي في أعضائه فذلك والعياذ بالله لا يوفق وإذا به قد يعاقب والعياذ بالله بأن يكون هذه الأعضاء أن تكون وبالا عليه والعياذ بالله فلا يستطيع أن يصرفها إلا في معصية وتكون عليه مضرة فهكذا قربة الوقت وظيفة العمر بالنسبة لكل إنسان منا هو القيام بعبادة الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراض الله عز وجل أحبتي في الله فينبغي أن نراعي العبادة كما أراضها الله منا فنراعي فيها إن العبادات وظيفة العمر كما قلنا وهي أهم شيء عندنا فنراعي قانب القبول عند الله لأننا دخلين على موسم طاعة إذا استغدمه الإنسان أحسن استخدام رفع الدرجات العلا عند الله بفضل الله سبحانه جل في علا وإذا ضيعه الإنسان يكون قد خسر خسارة كبيرة ثم إن العبادة هي وظيفة العمر فينبغي أن نحسنها نعرف ما هي ما هو أفضلها كيف نقوم بها لله سبحانه جل في علا فإذن من هنا يتلخص أن العبادة أن نمتسل الأوامر التي أمرنا الله بها ونبتعد عن النواهي التي نهان الله سبحانه وتعالى عنها هذا أول شيء الشيء الثاني بعد ذلك أن الإنسان بعدما يمتسل الأوامر ويبتعد عن النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها يحرص على أفضل العبادة وهو أن يقوم في كل وقت بقربة ذلك الوقت والقربات إذا كان في الوقت ده في اجتمع فريضة ونافلة يبقى الفريضة أولى قال الله في العديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يبقى أراعي الفريضة وأحمح ما الفريضة أولاً ما يعقلش أن الإنسان يصهر طول الليل ثم ينام قبل الفجر حتى لو في سنة لو بيصلي سنة قيام الليل وينام عن الفريضة فالفريضة لها قدرها عند الله سبحانه وتعالى فالشاهد من هنا أن أراعي في كل وقت خربة الوقت فإذا كان في فريضة ونافلة يبقى الفريضة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الأمر بعد ذلك الاستكثار من النوافل يرفع العبد إلى مرتبة المحبة من الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فهكذا فالإنسان يستكسر من الخير ليؤجر على ذلك بعد ذلك أراعي في كل عبادة جانب القبول بإن العبادة باختصار شديد أؤديها ابتغاء وجه الله فقط فقط قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وأحرس أن تكون العبادة على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا أتكبر بالعبادة ولا أمن بهذه العبادة على ربي سبحانه وتعالى هكذا إخلاص لله عز وجل وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سبحانه وتعالى هكذا الإخلاص لله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالإنسان يخلص العمل لله فقط ما تكونش نيته يقولها أعمله لله وللدنيا يبتغي بذلك في حديث أبي أمامة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل غزى يلتمس الأجر والذكر يعني عاوز الأجر من ربنا بس معاه عاوز الذكر من الناس ما له قال صلى الله عليه وسلم لا شيء له وكررها ثلاثة والرسول يقول لا شيء له ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علا فالإنسان يراعي مسألة الإخلاص مع الإخلاص المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة مع الإخلاص مع الإخلاص المتابعة يعني لاتنين شرط فعمل في إخلاص وما فيش متابعة خطر شديد على الإنسان في متابعة وما فيش إخلاص خطر شديد على الإنسان يبقى القبول يكون بالإخلاص وبالمتابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وما أتاكم الرسول فخذوه وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ثم بعد ذلك التواضع لله وأن نعلم أن الله هو الذي وفقنا لهذه العبادة فنشكر الله على أن وفقنا للعبادة وننتقل من عبادة إلى أخرى بفضل الله سبحانه جل في علا على قدر استشعار ذلك أن نكون من الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون على قدر من وفق بفضل الله سبحانه جل في علا فهذا باختصار أهم الأمور التي ينبغي أن نراعيها في العبادة التي هي وظيفة العمر والتي لا يسعنا أن نتخلى عنها في أي وقت من الأوقات فينبغي علينا أن نراعي ذلك وأن نعلم فضل العبادة وأنها وظيفة العمر في كل الأوقات وفي كل الأماكن أسأل الله جل في علا أن يجعيني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله يأمر بالعدل والعبادة ترجمة نانسي قنقر